غاز روسيا قد يطفئ أوروبا دول أوروبية على حفة الظلم شتاء قارس قد يكون بلا تدفئة ومصانع مهددة بالإغلاق والإفلاس زعماء أوروبا باتوا مكتوفي الأيدي أمام سطوة الغاز الروسية الذي أصبحت له اليد العليا والكلمة الفصل حتى إنه تحول إلى سلاح فتاك يهدد الأوروبيين منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية لوحت موسكو بورقة الغاز في وجه القارة العجوز التي وقفت جنبا إلى جنب مع كييف وفرضت عقوبات ضخمة على روسيا ردا على العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية وصل الرد سريعا من الكريملين الرئيس بوتن فرض على الأوروبيين تزدد فواتير الغاز بالروبل الروسي بدلا من الدولار أو اليورو التصعيد لم يقف عند هذا الحد أوقفت موسكو دخل الغاز إلى بولغاريا وبولندا ثم فنلندا وهولندا والدنمارك ردا على رفضها الدفع بالروبل تفقمت الضغوط على أوروبا وارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير ودخل الأوروبيون في صراع لتوفير احتياجاتهم من الغاز صادرات روسيا من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هبطت إلى أربعين بالمئة مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق وهو أقل مستوى خلال أربعين عاما البداية من إسبانيا أزمة الغاز وصلت إلى تدخل الحكومة بفرض إجراءات لتقنين استخدام أجهزة التكييف في المنازل والمتاجر ينبغي أن تثبت حرارة المكيفات على تسعة عشرة درجة كحد أقصى في الشتاء وسبعين وعشرين درجة كحد أدنى خلال الصيف ويجب إطفاء أضواء واجهات المتاجر عندما لا تكون قيد الاستخدام وفي ألمانيا الضرر ملموس والخسائر فادحة مصانع تواجه شبح التوقف عن العمل وشركات كبرى تستغيث نواجه أشهر صعبة مقبلة لكن من الواضح أننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا ونقف وراء العقوبات التي اتفقنا عليها مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مصنع هاينز غلاس الألماني واحد من أكبر منتجي الزجاج في العالم واجه أزمات عدة طوال 400 عام لكن أزمة الغاز الروسي الحالية تضعه على حفة الانهيار عينز غلاس ليس الوحيد والمصانع الأوروبية وضعت خططاً للطوارئ خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء الذي قد يكون قارساً جداً بلا غاز روسيا